اوقات بتتهمي ان انتي قصدة تعملي تريند استغربنا جدا جولي شخصيتها مش محتاجة ده ده قريدي بتعرف تنجح يعني انفصالك الانفصال اللي حصل بينك وبينجوزك وبعد فترة ربنا اكرمكو وهذا الامور ورجعته البعض الناس قالت لا ده تريند هي قصدة تريند كان ده دي اك والله لا فدقيني هوا الموضوع مش موضوع تريند خالص هوا موضوع موضوع زي موضوع موضوع اي وحدة مجنونة بتنفعل بتتعصب على حاجات تفه ممكن تعمل اي تصرف كده غزبا عنها ويمكن عشان احنا في الحتة دي بتاعت سوشال ميديا او ده مكان او ده الحتة بتاعتنا فتلاقي دايما انه هو اي طب احنا انفصالنا طب احنا مش عارفة عملنا ايه مع انه انا اللي عملته ده غلط مش كان مفروض خالص من داي وان ان انا اتكلم عن حياتي الشخصية لانه مؤخرا قررت القرار ده ان انا مش هتكلم عن بيتي ولا عن حياتي الشخصية على سوشال ميديا هو كان تصرف حصل لا اراضي غزبا عني في لحظة انفعال وروح لحاله طيب ليه الصورة اللي نزلتها انت واختك اتهجمت ليه حسيتي ليه انا نفسي مستنيه اسمع منك ممكن يكون عندك اجابة انا حرفين صدقيني لحد دلوقتي انا ما عرفش الناس بتعجل ليه يمكن هل دي صفحات الناس نسلطينها مثلا عليا او هل دي مثلا الناس عايزة دليل ممكن انت عشان ست حلوة ممكن انت عشان او يمكن عشان يا ست الجمال الجمال كله لله بس تبقيني والله الموضوع مش كده خالص انا يعني هو يعني انا او غيري كتير من الفنانات هل انا الوحيدة اللي بغلط ما كلنا بنغلط من اكبرنا لاصغرنا بس دي كانت صورة انا وهي كنا واخدنا واحنا صغيرين جدا كنا اطفال فعملنا واحدة زيها واحنا كبار وحتى قريدي نزلنا الصورة على السوشيال ميديا وبعدين يعني عارفة انا ببوس اختي يا جماعة انا يعني انا ببوس اختي موضوع بسيب جدا اه طبعا اه قل